السلام عليكم بعد أن قمنا في الحلقة السابقة بإنشاء حساب داخل نيمشيب اليوم سوف نقوم بحجز دومين من هذا الموقع أو من نيمشيب هذا الدومين خاص بالمتجر الإلكتروني الخاص بنا أول شي سوف نقوم بالدخول إلى نيمشيب بعدها نتوجه هنا إلى دومين نقوم بالضغط على دومين نيمشيرش أو البحث عن دومين نقوم بالدخول إلى هذه الصفحة ننتظر ريسة ما تشتغل هذه الصفحة بعدها نقوم بالضغط في هذا المكان ونقوم بكتابة الدومين الذي نريد apk.com بعدها نقوم بالبحث مباشرة عن الدومين هذا هل الدومين متوفر أو محجوز ننتظر قليلا ريسة ما تظهر معنا كل الدومينات هل الدومين محجوز كما ترون الدومين غير محجوز و سعره كما ترون apk.com سعره 8.98 دولار للسنة نقوم بالضغط على اضافة إلى السلة سوف تجد العديد من الدومينات الأخرى هنا بنفس الإسم .net.org .ie.gg و الكثير من الدومينات الأخرى و كل دومين و السعر الخاص به كما ترون هذا الدومين على سبيل المثال xyz سعره دولارين دومين up يعني انظر هنا سوف تجد العديد من الدومينات كل دومين و سعره اختر الدومين المناسب ولكن نحن دائما نقوم باختيار .com يعني هذه الطريقة التي نتبعها بعدها تقوم بالضغط على اضافة إلى السلة وتنتظر قليلا تم إضافته إلى السلة الخاصة بك بعدها تقوم بالضغط على check out هنا و ننتظر قليلا كما نرى الدومين الخاص بنا لمدة سنة كاملة انظر تختار من هنا السنوات التي تريد حجز الدومين الخاص بك وسوف يظهر سعره الكل نحن سوف نقوم باختياره لمدة سنة واحدة هذا سعره يعني الأصلي وهذا سعره بعد الخصم هذا سعره بعد الخصم يمكنك إلغاء هذه الخانة هنا للتجديد التلقائي أنا سوف أقوم بتركيها هكذا يعني للتجديد التلقائي وهذا سعره الكل إذا كان لديك promotion code قم بإدخاله هنا نحن سوف نقوم بcopy هكذا نتوجه مباشرة إلى جوجل و نقوم بكتابة هنا نيمشيب بروموشن كود و نقوم بالبحث حتى نستخرج كود بروموشن سوف تجد هنا العديد من المواقع التي تمنحك بعض الأكواد سوف نقوم بالدخول إلى coupon flow هذا هو الموقع الذي به بعض أكواد الخصم سوف تجد العديد من أكواد سوف نقوم بالضغط على show coupon سوف نقوم بنسخه والتوجه إلى نيمشيب و لسق ذلك الكوبون هنا وبعدها نقوم بالضغط على copy كما ترون ظهر معنا خطأ هنا this coupon has express يعني هذا الكوبون منتهي قم بالبحث عن أي coupon من هنا صالح يعني قم بالبحث عن أي coupon صالح و قم باستعماله أنا سوف أقوم بترك نفس السعر هكذا يعني لا مشكلة بعدها سوف أقوم بالضغط على confirm كما ترون تظهر معنا هذه الخانة حتى نكمل بعض المعلومات الخاصة بنا لأننا عندما قمنا بالتسجيل لم نقوم بتأكيد هذه المعلومات إذن سوف نقوم بإكمال هذه المعلومات البسيطة جدا كما ترون هنا الاسم واللقب و company name اسم الشركة job title عنوان العمل address الخاص بك العنوان الأول العنوان الثاني و المدينة و state و could zip و country وبعدها تقوم بإدخال الهاتف الخاص بك إذا كان لديك هاتف كذلك الفاكس والإيميل وبعدها نقوم بالضغط على confirm سوف نقوم بملء هذه المعلومات وبعدها نكمل مع بعض إذن بعد ملء كل هذه المعلومات نقوم بالنزل والضغط على contain و كما ترون تم إظهار لنا هذه المعلومات who is contact information يعني معلومات الاتصال يمكنك ترك هذه المعلومات كما هي و نحن الآن في المرحلة الثانية بالنسبة إلى المرحلة أو مرحلة building نقوم بالضغط على continue إذن في هذه المرحلة payment method تختار طريقة الدفع سواء عن طريق كارت بيومنت أو بطاقة الدفع أو بطاقة ائتمان فيزا كارت أو ماستر كارت أو أي بطاقة أخرى أو عن طريق بايبال تقوم بالضغط هنا على البايبال أو عن طريق التحويل البنكي كما ترون يقول لك أنه لا يمكن استعمال هذه الطريقة لهذا نحن سوف نستعمل عبر بطاقة فيزا الخاصة بنا سوف نقوم باختيار نوع الفيزا من هنا أدد نيو فيزا كارت يعني بطاقة جديدة لأننا لم نقوم بإضافة أي بطاقة سابقا هنا سوف نقوم بكتابة الأرقام الموجودة على البطاقة وبعدها الأرقام أو تاريخ انتهاء البطاقة وبعدها CVC يعني الأرقام الموجودة خلف البطاقة وبعدها نقوم بالضغط على continue بعد كتابة المعلومات الضرورية نقوم بالضغط على confirm بعدها تظهر معنا هذه الرسالة يطلب منك إذا أردت تغيير شيئا ما قم بتغييره من هنا أو مراجعة طريقة الدفع أو إعدادات الضمين الخاص بك نحن سوف نقوم بإكمال مباشرة كما نرى هنا بالنسبة إلى الضمين الخاص بنا هذا هو لمدة سنة كاملة سعره 8.98 وهنا بعض الضرائب التي سوف يتم اقتطاعها سعره الكل 9.16 سوف نقوم بالضغط على payment يعني حتى نقوم بإكمال عملية الدفع بعد الضغط على pay now سوف يتم إرسال لنا رسالة تأكيد عملية الدفع من خلال البطاقة الخاصة بنا أو الحساب البنكي الذي نقوم بالدفع به ونحن نستعمل بطاقة pay cera ننتظر قليلا وتم الدفع كما ترون ظهرت رسالة الدفع على بطاقة pay cera الخاصة بنا بأنه تم سحب تلك القيمة وبقيت لدينا 0.68 وكما ترون وصلتنا رسالة كذلك على الإيميل الخاص بنا بأنه تم سحب تلك القيمة إذن تم الدفع بنجاح تظهر معنا هذه النافذة يقول لك thank you for your order يعني من أجل الشراء يمكنك إبداء رأيك سوف نقوم بمنحهم خمس نجوم هكذا وتقييمهم 9 من 10 أو 10 من 10 سوف نقوم بالضغط على 9 من 10 فقط وبعدها نقوم بالضغط على next بعدها تظهر معك هذه الرسالة كذلك يمكنك إضافة لهم بعض النصائح أو شيء من ذلك القبيل بعدها هنا يقول لك هل تريد متابعتهم أو هل تريد منهم أن يتابعوك يعني يرسلك بعض الرسائل على البريد الإلكتروني أنا سوف أقوم بالضغط على no بعدها تقوم بالضغط على done وبهذا نكون قد قمنا بشراء الضمين الخاص بنا حتى نعود إلى الحساب الخاص بنا سوف نقوم بالضغط على الشيرش هنا هذا هو تاريخ الشراء كما ترون 1 جوان 2022 إذن هذه الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع لدينا رسالة هنا سوف نقوم بالدخول إليها وكما ترون فقط عبارة عن معلومات الشراء يعني تاريخ الشراء ورقم الطلب وإلى ما غير ذلك سوف نقوم بإغلاق هذه الصفحة ورؤية الدومين الخاص بنا سوف نقوم بالضغط على domain list كما ترون لدينا دومين ولم نقوم بربطه بأي مدونة في الحلقة القادمة سوف نقوم بربطه كما قلنا بهذه المدونة سوف نقوم بالدخول إليه فقط حتى نتأكد من أنه لا يشتغل كما ترون www.appkadri.com كما ترون يعني تم حجزه من قبل نيمشيب تم حجزه من قبل نيمشيب تقريبا هذا هو كان كل شيء بالنسبة لنا هاليوم في الحلقة القادمة سوف نرى كيف تقوم بربط الدومين الخاص بك بالموقع أو ببلوغر الخاص بك يعني بالمدونة الخاصة بك نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم